ايه قصة علاء ميهوب جبته ازاي؟ علاء ميهوب الكابتن الساس المرخوب الساس الرجل خبيبي يعني اه طبعا رحمة مدربنا قال لي انا مش عرف راح فين مش عارف ايه فيه ولاد جايين ابقى شوفهم انا شفتهم يعني ما فهمش حد هو كابتن الساس اه فجيت قلت له كان علاء صغير بس زي طاهر كده انا لعب انا لعبت مع لعيبة بالنسبة في الحتة اللي هو في نص الملعب دي مع ناس عزماء زي محسن الصالح وزي صفت والناس دي اه انا شايف ان علاء ميهوب ما خدش حقه اعلاميا ما خدش في مصر انا بقول من اعظم اللعيبة في علام اللي كان في نص الملعب اللي بيكمل زي الكتاب ما بيقول بالظبط كده يا ابو صف سعدوا على ذلك لما نمى جسمه يعني انا توقعت انت شفته بقى في الاول شفته اه جيت السايس جاء قطلو اه انت بتقول ليه فلشان دافل وانت كواس جيت قال ليه براحاني فلشان ليه براحاني بتاع الحمدية قطلو اه اللي هو دي في اللعبة تقتل السايس اه على ضمنت انا يا اه اه على ضمنت لو كبر جسمه هيبقى خطير هيكسر الدني هيكسر الدني اه فعلا اللعب على ايه 14 15 16 سنة اه ابتدى يا كبار زي طاهر اه طاهر هو وعلاء الاثنين حاجة شازة في كرة القدم في مصر اكيد ان الجسم يبقى بالشكلية مرة واحدة كده لا 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 هو شبير طيب خلينا مع حسام غالي اكتشفته ازاي حسام غالي مش اكتشفته حسام غالي كان كابتن شربيني هو اللي جابه للنادي اه ولعب ربنا نديله الصحة والعافية كابت شربيني كام الشفاء اه كنت موجود انا زي مدير كورة او حاجة زي كده في النشئين اه اه فجيت بره سبعت المدرب مع الراجل الاول اللي في القطاع بتكلمه ده مش عافية كان خسره ماتش او تعجله ماتش اه حسام غالي فلا لأ ده يمشي يمشي انا قاعدوا يمشوف قطاع نشيه يمشيه خالص بره اللات ده ياخد هلوه بتلار فيزيع ده مش عافية طب يا جماعة ممكن سبولي اه تسيبوله سبوله سبوله وانا اتكلم اه بعد سبول ااخد القرار اوكي اوكي ورحت لك المحسن تنطاول مسك ايوه مع الخواجج مع سبل سبل الالماني قلتوله يا محسن انا بقولك انا هنديك هدية انت مشوفتوش ولا سبول شافه هنديك هدية عشر على عشر بس اتخدتو جهستو بقى انا بقولك لا جهستو بقى بالكلام نفسيا نفسيا لاني الوضع عنده بس مضغوط عليك ويعمل حاجتو ده بنطله الاول لبدرجة الاولى قل كلم سبل قل بالليل سبل بقولك بكرة الساعة ثلاثة يكون في التبريب قلت له شكر علي يا محسن كنت انتمسق قطاع الناشئين بقى كنت مسق قطاع الناشئين اه جبت حسام قلت له يا حسام تعرف تلعب زي ما تكون مبتدئة ام يعني انت عندك سلم وستلم سلم وستلم اه ما تمسكاش كده كتير اعمل ما تمسكش ما ترقصش ولا ترقيصة اه هيأتو بقى وبعدين الماتش ده يا حسام علي حضر كبير جدا عندك مواهب كتيرة جدا وممكن المدرب نفسه او المسؤول عن عن التيم دوت او المرحلة السنية دي ممكن يمشي اي ناس كده وخلاص ايوه اللقطة دي علمية شوية هقولك في سن ايه ممكن تحكم على اللعيب انه ويمشيش اه حتى لو بقى هوحش ان احنا عندنا في النادي الاهلي فيه لعبة كتير او مشت وجبناها بعد كده ايوه طب اردلك على الحد دي اه ما لازم اديها فيه 13 سنة فيه لعيب كويس يبقى من 10 سنين 11 سنة وقابل كده هايل اه ويجي فيه 13 سنة يقعد سنة او اتنين وحش جادة شان ما تقلمش على لا هقول لك وحش جادة اه يجي المدرب يبشي يجي بعد كده الولد بعد سن 15 سنة يقدر يبقى كويس وابتاع والسبب ايه حتى علم ايه اه انه الولد صغير العضلات بتاعته العضلات اقوى من العظام اقوى من العظام فبيلعب ايه بعضلاته يقع لما بيوصل 13 سنة العظام بتكبأ اكبر من العضلات حلو فيبدأ تعبان خامل طب امتى النمو الجسماني للعضلات والعظم بتاع الناشئ الصغير تكتمل بعد 15 سنة مش تكتمل بعد 15 سنة يبدأ يتساوأ وتبدأ تكبر 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 والغاية 21 سنة بيكتمل بيكتمل انما انت من بعد 15 سنة او 13 سنة تقولي ان اللعيب ده مش كل اللعيبة مش كل اللعيبة حالات فردية اللعايزة عين مجردة عايزة عين وعايزة علم العلم بيخليك تعرف العاجات دي لان واحد مش علم يمشي ايه دا واحد علم خليه يستحمل ويتشجعه ويجيبه ويكلمه حتة نفسية يعني انت جبت حسام غالي وجهسته نفسيا وقتوله انطلق بقولك بعد كده منزلش الأشبال خالص شكرا